طبعا قرار منع التجول لأول مرة في تاريخ المملكة كثير من الناس لديهم قلق لديهم توتر أن منع التجول يعني توقف للحياة هذا الكلام ما هو صحيح كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن هي في استمرارية كاملة أكثر من تسعة قطاعات ستعمل حتى في أوقات منع التجول كل هذه القطاعات ستخدم المواطن سواء كان في أوقات منع التجول أو حتى في الأوقات التي خارج هذا الوقت وهو وقت منع التجول القطاعات هي تسعة التي تخدم المواطن بشكل دائم حتى في الأوقات المحظور فيها التجول والمبنوع فيها نتحدث عن قطاع الأغذية ستكون التموينات الهايبر ماركت محلات الدواجن محلات اللحوم محلات الخضار محلات الفواكه أيضا المخابز بكل أنواعها المعامل الغذائية كلها مفتوحة ومتاحة للمواطن في أوقات المنع وخارج أوقات المنع لكن في أوقات المنع بإمكان المواطن طلبها والمقيم عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية التي أطلقنا مبادرة بشراكها مع هيئة التلصات وإقنية المعلومات أن توجه نشاطاتها كافة بعد منع التجول إلى الأنشطة الأخرى من تموينات وغيرها إذن عندنا القطاع الأول اللي هو قطاع الأغذية متاح بكل ما فيه للمواطن والمقيم حتى في أوقات المنع من التجول القطاع الآخر وهو القطاع الصحي العيادات والصيدليات والمختبرات والمستشفيات كلها متاحة للمواطن والمقيم حتى في أوقات المنع من التجول أيضا قطاع تطبيقات التوصيل كلها متاحة للمواطنين وهم في منازلهم حتى في أوقات المنع من التجول بإمكان أي مواطن وهو في منزله أن يطلب عبر هذا التطبيق أغراضها التي يحتاجها ليومه سواء من الهايبر ماركت أو حتى من محال الخضار والفواكه أو حتى من المخابز إضافة إلى ذلك هناك قطاع الطاقة متاح شركات الكهرباء التي تقدم الخدمة أيضا بحطات الوقود متاحة وتعمل حتى في أوقات المنع من التجول نهيك عن قطاع الاتصالات وخدماته قطاع المياه أيضا قطاع التأمين والأنشطة الخاصة بالإيواء هذا ما يتعلق في الخدمات المستمرة المقدمة للمواطن والمقيم هناك أيضا خدمات مستمرة مقدمة لقطاع الأعمال كافة المنشآت التجارية من شركات ومؤسسات إذا رغبت في متابعة أعمالها أو حصل لها أي إجراء تود إنهاءه أو إنجازه مع أي جهة حكومية هناك متابعة مستمرة من وزارة التجارة وكافة الجهة الحكومية لإنجاز أعمالها الفترة الماضية القريبة قبل أسبوع إحدى المنشآت التجارية رغبت أنها تزيد وتضاعف من خطوط إنتاجها تلبية لطلب السوق المحلي تم إنهاء إجراءاتها فورا إذن هي رسالة طمأنة واضحة جدا للمواطن والمقيم كافة الخدمات الأساسية التي تحتاجها ستعمل على مدار اليوم حتى في أوقات منع التجول ورسالة أخرى إلى القطاع الخاص ومنشآت الأعمال كل ما تحتاجون من خدمات من الجهات الحكومية لتخليص إجراءاتكم وإنجازها وضمان سلسلة الإمدادات الخاصة بقطاع أعمالكم حتى تدفق في السوق وتكون موجودة ومتوافرة وزارة التجارة وكافة الجهات الحكومية تعمل على مدار الساعة لإنهاء كل هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر